السلام عليكم شمي سعاد كديري مباخير لبس عليكم كنت منكم تكونوا في احسن احوال فيديو جديد اليوم معايا اللي غيكون عبارة على اجوبة على اسئلة في الفيديو اللي كنت درس معاكم على الحشرات لقيت بزف ديال الاسئلة بزف ديال الاسئلة اللي فيها الفقصة وفيها الخلعاء وميمتي وشنو غلناكلو طحين كلو ولا في الحشرات وبزف ديال الحوايج المهم في هالفيديو غنوضح لكم شحل من حاجة وغنجاوبكم على بزف ديال الاسئلة ديالكم اللي من بين هالحوايج اللي انا ما نشريهمش الحوايج اللي انا نشريهم اللي غنصحكم بيهم اللي ما غنصحكمش بيهم غنشارك معاكم حتى الجديد ديال ليدل وغنقول لكم البناتشي هدرا ما القلب وانا اكيدة انها غتوصلكم للقلب خليكم معايا وكنتمنى انكم تصنتوا الفيديو من اول حتى الاخير مهم غنبدا معاكم بهاد الافرطة هادي اللي كيدروا ديال اكس اكس اي ديال فوكيل جافة فيما ما كيبقاوش عندي وكلقاهم داروها كنجيكا ناخدهم لان الصراحة الكمية زوينا والثامن جد مناسب وباش كعجبوني انه طبيعيين ما محمرينش وما فيهمش الملحة شي حاجة اللي مهمة بنسبة لي هنا بالنسبة الحواج اللي كنستعملوها باش كندهلوها مع اخو بيز في الصباح او الفلاشية هاد الكون فيتور هادا نصحكم بها البناس فيه ستمية وخمسين جرام القرعة كبيرة والثامن ديالو ما بيش منقوله مناسب وخشحال هادي كان رخيص وفي واحد الكمية ديال الفاكهة اللي كبيرة فيه ستين جرام في كل مية جرام مش يفحل انواع اخرين في حل مثلا هادا فيه خمسة وخمسين كين انواع اخرين كتلقوا غير ثلاثين ولا اقل وحسا الكمية ديال السكار اللي فيه معقولة موين بالنسبة لي انا ولفت ان اكل السكار قليل كيجيني حلو بزاف كنت كانت منى ينقصوا منو شوية ولكن كيبقى معقول بالنسبة لهاد الشوكولة هادا ديال الدهن ما كان نصحكمش بيهم نهائيا وما سبقوا الشعطة والوليداتكم ما رح كتتوكلوهم غير السكار اول مكون السكار ثاني مكون الزيت ديال كولسا اولى ديال نابينا ثالث مكون الزيت ديال بالما يعني وعاد جاي كاكاو وماشي كاكاو بورو غير باش نكونوا مفاهمين كتوكلو ليداتكم غير السكار وزيط المهضراجة اللي ماشي صحية وما تقولوش غانشري شي ماركة غلا غتكون حسن شو هادا هادا رحا ماركة معروفة واول مكون فيها هو السكار هادا الشي ما تبقوش شريو هالبنات صايبوه في ضيوركم حسن ليكم ما سعطوا لولادكم هادا الشي حاجة اخرى اللي ما كنصحش بها وهو ماليسوس الأغلبية يحمق على الليسوس ما يقدرش ياكل بلا ما يدير شي سوس الليسوس بعدو منهم لأنهم شحال موحتي يكون مريض مثلا فيه السكار وقع ما غيتخيل بأن هادا رح فيهم السكار رح هادا الشي يكون عامر بالسكار وعامر بالملحة والمضافات الغذائية اللي ما كتكونش صحية وكتكون فيهم هاداك النكهة اللي كتعطيهم هاداك النكهة اللي احنا كتخلينا مدمنين على هادا الماداق وهاد النكهة رح كتكون مصرطينا كيكون واحد المكون اللي ماشي صحي فبعدو منهما البنات بنسبة لهاد الجوبن هادا ديال القوضة كنت شاركته معاكم في واحد الفيديو ديال القضية ما تشريوش البنات لأنه فيه هاداك النفحة حيوانية انا ما رضيتش له البال سبحان ما لا ينسى ولا يسها اعتادر على هاد الغالط وكنقلكم البنات ما تاخدوهش ما تشريوش انا رح تاوصلت للضرب ديسكنس تف عاد بان ليا فيه مصاريلا لا مصاريلا را ما فيه حتى شي حاجة اما القوضة ما تاخدوهش البنات سؤال خللي جاني شنو هو الجبن اللي كتستعملي في الصندويتش او لمع البورغير او لمع الطاكوس انا البنات كيعجبني الجبن ديال تشيذر ولكن قرأوا المكونات المفضل عندي فليدل هو هذا هذا اللي انا غنورلكم ماشي في حال هادك الجبن ديال لون تشاس اللي كنستعملو في الصندويتش فعلا انه تيكون رخيص ولكن البنات راه ماشي صحي راه ما عندو حتى شي علاقة بالجبن عامر بالمضافات الغدائية هذا سهو البنات زوين ديال في حال جبن ديال الفيطة والمكونات ديالو زويني دوسو دابا الياغورت وشنو غنبقوا ناكلو وشنو هو الباديل ولياغورت وكاملين عامرين باديك الحشارة لا البنات كايل باديل هوا هادا ما فيش هديك الحشارة كملوين مستعملين العاصر ديال العاصر ديال هادك التوت ماشي التوت الاراندانوس هادك اللي اللون ديالو اسود ومستعملين المركز ديال الجازر هاد اللي كتشرب مثلا ديال فريز حتى هوا ما مستعملين ملوين لطبيعي هاد ياغورت هادا اللي هزا انا حتى هوا مستعملين المستخلص او للمركز ديال الجازر قلتها لكم في الفيديو اللي فاز قلت لكم راكين بزاف ديال الماركات اللي كتستعمل ملوينات اللي كتكون طبيعية هادا حتى هوا البناس ارها ما فيش هذك دودا مش الدودا الحشرة الحشرة القرمزية حتى هوا فيه ملوين طبيعي اللي هو الجازر والعنب هادا كذلك فيه ملوين طبيعي اللي هو الجازر واللي هو البابريكا واللي هي واحد الفاكهة اللي ديره في حل داك التوت الأزرق هادا كذلك فيه ملوين طبيعي اللي هو العاصير ديال البنجر او للباربة فقط خاصك تاخدي شوية ديال الوقت وتقري المكونات عيوض ما تبقى غير تهزي وتحطها في الكروسة تقضاو بالعقل وماشي اي واحد يقول لكم شي حاجات تبقوا تطيقوها احنا ارى ما كينش المجاعة لبنات ما كينش المجاعة ركاين ما يتنكل هادا مثلا لا هادا فيه الحشرة القرمزية انا ما بغيتش اختتك للحشرة القرمزية رضي البال هادا حتى هو اللا ولكن غير في الياغورس ديال الفريز وديال فواكه الحمرة اما في الياغورات الخرين ما كينش فهمتو؟ يعني غا تلقاو في جاية السيبير مارشي كينين ماركات اللي كيستعملوا هديك الحشرة وكينين عاو تاني ماركات اخرين اللي كيفو تضلوا على انهم يستعملوا ملونات طبيعية بلا ما تخلعوا راسكم مو بلا ما تتفقصوا ولي وشنو غا ناكلوا وما نعرف شنو كاي البادي للبنات كاي البادي قرايختي المكونات لما كتيش كتفهم اللغة كيفما كتدخلي اليوتيوب وكيفما كتدخلي الانستغرام هزي جوجل وديري الكترادوكتور وترجمي لي يا معراسك هنا غا ندو زعو ثاني لهذا الكريمات ديال الدهن ما تشريوهمش شوفي هادي فيها كوكا وربعة وتسعين في المياه ايه ولكن فيها سكار فيها الملحة فيها الزيت ديال بالما ما كنصحكمش بيها شراختي كوكاو نصكيلو ديال كوكاو يوكلك انتي وجيران هنا عو ثاني ديال اكاجو ديال 4 اورو وفيها غير 25% ديال اكاجو تباقي كله هزي تلطالما وهالسكار وقارالكي بودر ديال الحليب وقارالكي مكونات تعالق شراختي الاكاجو روما ديري اللي اوفرتها 4 اورو نصكيلو تاكلي فيهنتي والجيران ما نصحكمش بهادوك لدهين طيب اختي فضارك بالنسبة الجيلاتين نباتية هي هادي دائما كتسولوني عليها رهاكاينة فقاع لسوبر ماشي اغار اغار فيما مشيتي غا تلقايها ايه ونجيو هنايا نجيو هنايا الجيران اما Jin بحدي يقوليننا غاني اكلو الجيران الان ياخض فيهم الحق دخلو لينا الجيران هادي ارا ما فيها الجران لا تاتا لا سرق الزيت المكونات فاش تلفي سيري المكونات المكونات راه ديرين غير الكاكاو وامبودخ ما فهمتش انا كيف شفت الصويرة دي الجران قلتو هادا راه فيه الجران لاوها البنات وايهديكم مشي تلها الدراجة هادي راه واحد المنظمة دولية اللي كتشجع المزارعين على انهم يحافظوا على البيئة ويحافظوا على الصحة دي الانسان يكون واحد توازن ما بالبيئة والصحة دي الانسان يعني ما يبقواش يخربوا طبيعة ويدروا الحيوانات وفي نفس الوقت يدروا حتى الصحة دي الانسان هاداك هو الرمز ديالها هاديك واحد او واحد منظمة بحال اويني خيف حال منظمة تصوتي ويقولك ايه صوتوا على الوردق صوتوا على فراشة وهادو عندهم السامبول ديالهم او للرمز ديالهم هو الضفضح ومن كتشير هاد البرودوي كتكوني في حالك تساهمي هاد المنظمة انها تزيد تكمل في هاديك الخدمة ديالها فهم صورة هم كاتبين كاتبين على ان ليدل كتدعم وحسن تمين كتشيري هاد البرودوي كتدعم هاد المنظمة هادي باش نبقى ونحافظه ويكون واحد توازن ما بي الحفاظ على البيئة والحفاظ على الصحة ديال الانسان المهم من بعد البنس غان شارك معاكم الحليب اللي كان نشري ولكن وليس كان نشري حليب واحد اخر اللي غان شاركه معاكم في شيس قضياء ان شاء الله وغان شاركه معاكم المنتوجات اللي ما فيهاش القلوتين وهنا غان نقدر معاكم في هذا الموضوع قبل غان نشارك معاكم الدقيق اللي حتى هو كانوا فيه بزف ديال اسئلة وفينا هو هاد دقيق اللي غان صيبوا به الحاجة في الدار الدقيق كله ولا فيه الحشرات دقيق كله ولا فيه الدود شوفي هذا كمكوين فيه دقيق القمح فقط ما فيه لا فراشة ما فيه لا صرق زيت ما فيه لا عنكبوت ما فيه اتحاجة وكالجديد البناس اللي دخلوا اللي دلش حال وانا كنسناه وصبح الله دي ما كنقول علاش اللي دل ما تيبيعوش الدقيق ديال اسبلتا واخيرا واخيرا جابوه هذا البناس واحد دقيق اللي كامل كامل مئة في المئة وزوين غني بالبروتين وتيصلح للناس اللي عندهم سكر والناس اللي عندهم كوليستيرول لانه غني بالالياف زوين البناس هادا نصحكم به كان صيب به كيكا كان صيب به الملاوي كان صيب به قراشل كيجي زوينه كيجي خفيفه وما كيجي اشتقيل بالنسبة المكونات دقيق ديال دقيق كامل ديال اسبلتا اسبلتا لبنات ترجمة دياله دقيق الجودار بالمغربية ما عرفت شنو هو المهم هو واحد دقيق كامل ودقيق صحي والموضوع اللي بغيت نهدر عليكم نهدر معاكم البناس تنتو ليم زيان باشي اي حاجة جاز غاز بديت خلعناه غاز بديت نوضر رعب ونديرو عليها قيصاص ونديرو عليها فيديوهات باش نطلعوا المشاهدات انا نقول لكم مقلة ودل احنا مسلمين خاصة تكون عندنا واحد ديقة كبيرة فالله فهمتو وما غانبقوش بالجوع ربيرها ما غيخليناش بالجوع واحتلاجة المجاعة فهي فيها خير لنا واحنا المسلمين غانقدرو عليها وما تبقوش تعمروا راسكم بهد الهاوس وتخلعوا راسكم وتمردوا راسكم انا غانعود لكم القصة ديالي وليت كان سمع الاطباء هذا كيقول لك متاكلوش الحم في هال أنتيبيوتيك ع signatures الاخر كيقول لك متاكلوش تجاج في هالهرمونات غ endure لكم الاخر كيقول لك متاكلوش الكلوتين كلوم اللقاء خلقتش ،كالniest الفواكث لكن فهؤلاء لي necesit !!!! انشرت نتلقى رؤية تر BeadStepc. قائد تُجب الوضع. قائد سنقوم بذلك كذا. ننجد الفيديو أن ننصر الماكلة ولكنني نتدائها. قائد أجد الفيديو چستاني. قائد سيكون مجديدة. وقت الوضع من المحاولة وقائدها. قائدت أن ندفع المحترة التي غيرتها أن تنقوم باقيها بها. قائدت أن تنقم باقيها. لا ما عندهمش الماكلة الصحية نشو ناكلو في ذيك البلصة لا ما كطيبوش بزيز الزيتون كرهت نناكل في داري وكرهت نناكل في الزنقة وكرهت نشري لحم كرهت حياتي صورو في مكان تفرج شي فيديو دياشي دكتور وحد طاقة سلبية وكان بدا نفكر في الحوش خايبين وكان بدا نفكر في المرض لدرجة أني أمرت في صحتي وما بقيتش كان قدر نناكل كنشوف الماكلة كيجيب لي الله بأنه إلي كليتها غيجيني شي مرض خاطير صورو لدرجة أنه نقصت الوزن من 67 كيلو ل 53 كيلو وانتو ما راكم شفتوني العام اللي فاتوا كتو كتولوا يا جيهان مالكي جيهان ما تزيدش الضعافي جيهان جيهان بهاد الوسواس بهاد الخلعة اللي يخلعونا إلا جينا نديو على الهرمونات ولا جينا نديو على ما ناكلوش لحم وما ناكلوش تجاج وما ناكلوش القلوتين وما ناكلوش القطاني حيث ما نعرف شنو كتدير القولون أشنو غاناكلو حتى الخضروات الفواقع هي ملوتة بموبيدات الحشرات والأسماك حتى هي ملوتة انتوصيش شنو نمشي ونموتو ننتحرو خلاصة القول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لانا فمتو ناكلو دكش اللي حلال الله ونناكلو بالعقل ما ننصلوش لهديك الحالة المراضية أنا الحمد لله نعست واحد نهار وفي الليل ضربتني الفيقة وكانقول أنا ربي علاش اعطاني الدماغ أنا ربي علاش اعطاني العقل وش أنا إياه واحد شو كيهدر وخيكون طبيعي وخيكون شو كن ما بغي يكون ربي يعطاني واحد العقل اللي ميزني فيه الحيواناس باش نفكر نقول هدي علاش وهدي كيفاش وليت الحمد لله كان أكل كل شي كان أكل دكش اللي غيسل لكني دكش اللي كيجي مع المعدة ديالي الحاجة اللي كنشوفها أنها ما تصلحش ليا السكار قوة السكار والمشروبات الغازية دكش اللي كيرزي الصحة أراني من بعد علي كان يشي حويج من قصاهم وكان ناكل كل شي وما كان كترش والإنسان يضرب ويقيص ويحافظ على الصحيحة دياله وأهم حاجة الراحة النفسية والصحة العقلية وراه الوسواس راه ما كينش اللي كيجي بالأمراض قد الفقصة والأعصاب والوسواس والستريس أنا نقول هاليكم مالأخر إنسان بلا ما يبقى يدير الخلعة فراسه هاوي لي هادي هاكورونا المرضى هادا هادا نعلو الشيطان تسكال ماو هاي راه كل واحد نهار تزادينا ربي كتب لينا الحياة ديالنا كاملة أشنو غايوقاه دونك الإنسان يعيش الحياة دياله ويضحك وينشط وياكل ويشرب ويدرب ويقيص وإيه لم كتب لنا شي حاجة راه ما كينش شي قدرة اللي غتحبسها داك الشي اللي مكتبوا علينا الله غنشوفوه بغينا ولا قرحنا فعيشوا الحياة ودحكوه ليونشطوا مع راسكم هنا لبنات جيت للدار غنوريكم أشنو شريس كنت مننا الهضرة ديالي بدخلوها لراسكم وما سبقوش توسو الصدماغكم مع طالله ميت تنكل الحمد لله الدققرة ما فيه تشي حاجة من هنا الغداء إلى دخلو شي حاجة راه أكيد دائما غيكون البادل غير انتم ما بقوا تقروا المكونات من غير هاد شي ديال الحشرات بيش حسنتو ما تعرفوا راسكم أشنو كتاكلو وما البنات خديت هاد الصابون ديال المماعين غنجربو نشوف كيفاش داير صراحة هاد دياللي ديال معمري ما جربته وخديت هاد الورق ديال الفرن ورق الزبدة 35 زي دي الخمسة 35 خديتو بشي اورو 65 مهم دا ما نخلي لكم التامن ديالو أرخص من مركضونا خديت هادو كلميكات ديال الكونجيلاتير وبالنسبة البنات الفرن كي الجفة أنا ما نقدرش نستغن عليها خديت لكاجو حيث تامن ديالو جيد جيد مناسب والبيستاش كذلك بالنسبة لكاجو البنات راه طبيعي ما فيه لا ملحة ما محمر ما تشي حاجة كيع جبنين حمرو في الدار وما كندير الهلا ملحة لا تشي حاجة ويا إما كنخلي هاكا كناكلوه مرة مرة يا إما كنخليوه على شكل الزبدة كيف ما قلت ريسكم في فيديو سابق بالنسبة للبيستاش سي البيستاش راه محمر هاد شي اللي خديت من الليدل وخديت الشامبينيونيز حي تلقيهم رخاصين مؤخرا للبنات أردت لكم وليس كنسقطة بزاف من الليدل لأنه دائما كنلقى فيه أوفرتات وكنلقى فيه رخا آل دي كناخد بعض الحويشات إن شاء الله في شي فيديو نشاركه معكم بيرو كيجيني غالي فيه شي بروديويت اللي غلحة من ميركادونا ولكن كناخد منه حويش خري اللي كيبانو ليا مناسبين في التامن ميركادونا أراني قلت لكم ما بقتش كنت قضى منها بزاف واحد عشرين ثلاثين في المياه صافي دكش اللي غاي سلكني شحل من حاجة كنت كناخدها من عندهم ما بقيتش كناخدها لأنه زادوا فيه بزاف والتي جيني مولاها مشي والتي جيني تيجيني على أنه شخص انتهازي مع هاد الحارب وهاد الشي اللي واقع تهو غادي مع الموجة باغي صف الدم دي العباد الله والناس أراه ما القواه مساكن حسابش يكملوا الخرد الشهر دونك خصنا نتماشا مع ذاك الشي علاق الجهد ديالنا مهم هنا خليد لكم ثمن ديال بابل ديورنو وهنا غنحبس معاكم فيديو كنتمنى ما نكونش طولت عليكم وقبل البنات ما غنسالي الفيديو بغيت نشارك معاكم واحد الريحة ووارا دائما كتسولوني شاركي معنا ريحات من ليدل شاركي معنا ريحات من ليدل هادي لبنات اللي كتعجبها الريحة ديال كوكو مادموزيل هادي اراه طبق الأصل طبق الأصل غير هادي رخيصة غير هو أنا لبنات ما عرفش واش كتدوم واحد لمدة طويلة او لما كتدومش ما إذا كيعجبوكم الريحة في حال هاك اللي تكونوا رخاص في الثامان راش شو الثامان ديالها 6 أورو ل7 أورو كوكو مادموزيل تحلفوا عليها ولكن هادي اللي مكتوبة فيها ماذا هادي كراها تماما في حال في حال وبلنسبة بالنسبة الزيوت سولتوني واش الزيوت ديال اللي دل زوينين راه مزيانين البنات هدا مثلا ديال روسا موسكيتا راه فيه روسا موسكيتا ومن بعد زي اللي الفيتامين او ماشي 100% روسا موسكيتا عليها كيكون ثمن ديال ناقص ولكن راه المكونات ديال زوينين لهوا ولا هدا ديال أربل ديال جوج هم مكونات ديال هم مزيانين